توجه وزير الخارجية سامح شكري إلى مدينة دافوس السويسرية للمشاركة في فعاليات الاجتماع السنوي للمنتدى الاقتصادي العالمي لعام 2022 ومن المقرر أن يشارك شكري الرئيس المعين للدورة السابعة والعشرين لمؤتمر تغير المناخ في الحادث الذي يعقد في إطار المنتدى تحت عنوان التاريخ إلى الدورة السابعة والعشرين لمؤتمر أطراف اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية لتغير المناخ الشركات تام بين القطاع العام والقطاع الخاص في مجال عمل المناخ بالشرق الأوسط وشمال أفريقيا ومن المقرر أن يلتقي شكري بعددين من كبار المسؤولين من مختلف الدول والأطراف المشاركين في المنتدى لتشاور حول العمل الجاري للتحضير للدورة السابعة والعشرين لمؤتمر الأطراف والتي تستضيفها وتترأسها مصر في نوفمبر القادم